موسيقى 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 سؤال حلو جداً ومحدش سألهولي خالص قبل كده بصدقية فكرة بحث البيتر انا شخصان مشترك فيها مع الفيفا ان ازاي ده يتعمل ان ازاي بيتعمل هنا في مصر التنية هقولها لك يا سهلة جداً بس يا هيا ازاي ده يتعمل relevant جداً ومظبوط جداً هل يبقى فيه database أو software الحاجات يتتسجل عليه أول بأول فانا باختصار هكش اكتر فلان فلاني فهعرف الاصابة بتاعته عاملة ازاي والاصابة بتاعته اللي قبل كده كانت عاملة ازاي وكل ده ولا هل مضطر اكلم دكتور النادي ودكتور النادي يكلمني هل انا محتاج اكلم اللعيب ولا مش محتاج اكلم اللعيب الحقيقة اللي بيتم دلوقتي على ارض الواقع هو اسهل من كده بكتير جداً بس ده بيتطلب انك تبقى علاقتك بالناس كويسة جداً فانا بيتقي لما اللعيب بيصاب سواء محلياً او محترف بس تصل بالدكتور النادي بتاعه باعرف التفاصيل الطبية بتصل من اللعيب بتطمن عليه يعني بس الحقيقة مقدرش ااخد قرار بناء على رأيي اللعيب بس اللعيب بيبلغني بالله حصل وبسأله بعض الاسئلة اللي علاقة بالاصابة حصلت زي وانا ما شفتهاش فيه حاجات بتبقى يعني واضحة جداً يعني فيه لعيب قريب بعتلي ان هو بعتلي الاشع محتاجة عملية فانا الحقيقة مش شايف ان انا مضطر اعطله واجيبه لحد هنا علشان نحلف مع بعض ان هي محتاجة عملية هي واضحة جداً وفيه حاجات لا ببص ببص علشان دايماً في المنتخب انت تحاول تشتغل بصورة اسرع او بصورة مكسفة اكتر ممكن مايبي نقدر يلحقنا او مايبي بقى في فرصة او يعني مالهاش رولز معينة قدمها كل حالة مختلفة